السلام عليكم جميعاً and welcome to my channel again وصفتنا اليوم راح تكون triples الفواكه او berries بالخصوص راح نحضرها سواء من اسهل الوصفات اللي ممكن نسوونها للصيف هنا عندي كيك جاهز راح اقطع المكعبات بحيث ان تكون المكعبات عريضة تقدرون تسوون الكيك بنفسكم في البيت بس تخلونا اليوم اليوم يوم او يومين حتى ما يكون ذايب مرة لمن نضيف عليه الصوسات راح بها الشكل ورح ارصها على الصينية انا هنا عندي صينية مرتفعة يكون الشكل حلو عليها ويكون واضح تدرج الفواكه والكيك والكريمة بعدين راح ارصها بشكل عشوائي كده اهم شي ان ما تكون القطع مرة رقيقة حتى لما تقطعونها تطلع معكم كاملة ورح احضر الخليط انا هنا عندي خليط الكاستد جاهز بامكانكم تحضرنا في البيت راح اكتب لكم الوصفة اللي ممكن تحضرونها في البيت في صندوق الوصف او انكم ممكن تستخدمون الجاهز الجاهز مرة حلو ممكن يستخدم على طول بعد الفتح على طول وقوامة جدا مضبوط يعني للناس اللي ما تضبط الكاستد فهو جاهز ومضبوط ممكن تستخدمونه على طول وممكن كمان تدفونه شوي انا عن نفسي عشان حابة ان يكون سهل التوزيع راح ادف فيه شوي هنا عندي خليط من التوت انواع التوت بجمدة تقدرون تلقونها في اي سوبر ماركت مرة يعني اسهل انها تتسول انها تكون مجموعة كلها في كيس واحد وسعرها كمان مناسب جدا عندي هنا عصير ليمون وسكر راح اضيفهم على بعض بحيث اني اكون عصير التوت او القوام السائل للصوص التوت راح اضيفهم كلهم على بعض راح احتاج السكر حتى يحليه للتوت و راح احتاج الليمون بحيث ان يحافظي على القوام حلاوة السكر اللي اضافتها للتوت التوت طبعا حامض فاضافة السكر راح تعطيه توازن شوي ممكن انتوا تزيدوا الكمية السكر اذا تحبوا انه يكون حالي اكثر بس انا حسيت الكمية جدا مناسبة خصوص انه فيه كيك و فيه كاستد فشوي يكسر الحلاوة و بنفس الوقت تعطيكم طعم فريش انا طبعا شوي ضغط عليها حيث انه بغيت الفواكه شوي تكون ممزوجة مع السائل ما بغى احسن بالفواكه كاملة و انا ااكلها اذا تحبوا تطحنوا كمان ممكن تطحنوها بالخلاط شوي بس بعد ما تبرد و انا هنا سخنت عندي الكاستد شايفين كيف يصير قوامة فجدا مضبوط للناس اللي ما تضبط الكاستد فراح ابت اوزع الخليط انا هنا وزعت الخليط التوت شايفين شكله سائل و بيتشرب الكيك فعشان كذا مهم الكيك انه ما يكون مرة فريش او تكون طبقتهم مرة رقيقة و راح اضيف الكاستد و كذا الطبقات ممكن تضيفون فواكه فريش اذا انتو تحبوا ممكن كمان ناس تحط جيلي بس انا ها سيت يعني هالشي انسب لي يعني و انا حب سراح اطعم الفواكه الفريش عن الجيلي و الكيك فيصير طعم جدا لذيذ و بارد و يسرسح راح ادخلها كذا ثلاجة لين احضر كريمة الحلويات اللي انا هسويها معاكم راح احتاج كريمة فريش تكون باردة حتى تضبط معاكم الكريمة مهم انها تكون باردة فلا تطلعوا لها من الثلاجة الا قبل ما تحضرون يعني كل شيء يكون عندكم جاهز فانا هنا عندي الكريمة فريش و راح اضيف عليها السكر بالتدريج طبعا الكريمة حتى تضبط معاكم مهم انها تكون باردة وهم يكون عندكم مضرب اليد هذا او مضرب اللي يكون كجهاز كامل بس اليد يؤدي الغرض يعني للناس اللي ما عندهم مهم ما ينفع تخلطونها بالخلاط العادي و راح اضيف السكر بالتدريج بامكانكم تستخدموا كمان الايسين شقر اللي هو البودرة ممكن تستخدموا هذا الاثنين يؤدوا الغرض يعني راح اخلطها هذا القوام لسه يعني يكون باقي عليه فممكن تضربون شوي لين تتماسك و لما تتسوون علامة يوقف معكم كبه هالشكل فهذا يعتبر كفاية ممكن للناس اللي حابة القوام يكون مرة ماسك اكثر ممكن تضربوها شوي زيادة بس كده تمام يعني حتى ما تنفك معكم كمان الزبدة والكريمة عن بعض هو زين فيها فتكون اخر طبقة طبعا لكم الحرية في طريقة التزيين انا سويتها بشكل عشوائي كده ممكن كمان للناس اللي حابة تحط طبقة فواكه فرش من فوق مرة حتكون حلوة ممكن كمان تحطون جزء من الفواكه اللي تحبون تحطونها في الثلاجة الى وقت التقديم من ألذ ألذ وأسهل مرة حلوة الأجواء الصيف الحين طبعا الجو عندنا مرة تعدل هنا في لندن وراح تعجبكم إن شاء الله وممكن تسوونها بواكه ثاني ولا دم تلتزمون بالتوت اي نوع فواكه تحبون ممكن تحطونا وتستبدلون فيه التوت فجدا لذيذة وسهلة وذايبة اتمنى تكون اعجبتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر